السلام عليكم اليوم بدأت عمليات وضع الكهراسي بملعب تيزي وزو وبنفس النظام الوضع عند الكهراسي مثل المام مود دو فكساسيون اللي كان مقرر منذ هذه الثلاثة واربع سنوات وسبق لي أني أعطيت رأيي في هذا النظام تثبيت الكهراسي على البيطن ومشكل المطروح هو قضية الكاليته البيطن مما مدى المقاومة الخرسانة هدوك البولان هدوك البولان يتعى البيطن هدوك البولان هدوك البولان إذا كان البولان يعني المض候هlvض هدوك البولان هدوك البولان هدوك البولان هدوك الفيumin هذا المنقل مقاوم السيبورت ميتاليك لكن الادزين السيبورت ميتاليك هذا هو المشكل حتى لو يكون فيه ممكن يكون فيه إشكال آخر كذلك هو قضية إلى تنحاو الكراسي البلاستيك وتنحاو يبقى السيبورت ميتاليك لاسق في البتون ويقدر يكون عائق يعني يجن السيبورت إن شاء الله ما يكونش المشاكل هادويا وإن شاء الله تكمل العملية بحسن ما يرام وبإحترافية لأن السيبور إلا كان موش بيان هوريزونطال الكرسي يجي معوج إذن فيه قضية التعليل السيبور هذو التعليل الكراسي وكذلك يعني فيه احترافية في التركيب إن شاء الله يكون العمليات تكون في التمر بسلامة وكذلك إن شاء الله حتى مع نهاية الفيديو إنه فيها وضع إنكوش إنكوش زائد العشق الطبيعي لكي يعطينا هذا يعني هذو تقنيين احترافيين يعرفوا المهنة تحت إن شاء الله تكون هذو زوج عمليات الكراسي والعشق تكمل عملية إن شاء الملعب هذا الرائع يعني نعاود نقولها الرائع من الجهة الداخل حتى لو عندنا ما يعاب على السقف وعلى الوجهة الخارجية لكن من التصميم الداخلي فهو رائع وأفضل ملعب من بين ملاعب الجزائرية إذن نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر